في الوقت الذي خرجت فيه الحكومة بتصريحات على لسان وزير الصناعة والتجارة والتموين تؤكد فيها تحقيق الاقتصاد الوطني بنتائج إيجابية مع تحسن مؤشرات أداء العديد من القطاعات الاقتصادية بالمقابل تشكو معظم القطاعات الانتاجية والحرفية من تراجع حجم العمل بشكل مستمر للحديث عن واقع الاقتصاد الوطني ما بين مؤشرات الحكومة وبين ما تعاني منهم معظم القطاعات الانتاجية في المملكة من تراجع في نشاطها نستضيفه في الاستوديو الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف منصور دكتور يوسف أهلا معكم أهلا وسهلا يعني لداية هذا موضوع كبير وشائك وبه العديد من الأراء يعني وزير الصناعة والتجارة والتموين بشر الأردنيين قبل أيام بأنه في تحسن بمؤشرات الاقتصاد الأردني وأداء العديد من القطاعات بهذا الموضوع وقبل أن نقرأ يعني هذا الموضوع بالأرقام وبالنسب الموجودة لدينا دعنا نتابع أراء بعض أصحاب المهن بالوضع الاقتصادي الحالي في الأردن ثويا ونحن والمشاهدين سنة 2018 كانت سنة صعبة كثير وسنة 2019 شكلها سنة الدمار يعني صعبة جدا جدا والواقع يحكي يعني القوة الشرائية ضعيفة جدا الناس متخوفة من الشراء مضاربات في البيع مضاربات بين التجار طبعا سببها أنه كل بحاجة أنه يبيعه يسدد التزاماته البلد يعني الشغل ما فيه فيها اقتصاد كثير يعني ضعيف حفوان يعني بالكلمة لعدة أسباب ومشاكل اللي هي أعطاء المنشآت التجارية كسجيل تجاري لأي شخص مع عدم موجود أي كفاءة والله من ناحية الانتاجية يعني الكل كان شغال يعني قبل يعني بس حاليا والله كل بلد يعني بضع ركود يعني قبل سنين كان أحسن يعني يطلع مصريفه يطلع جار بيته يطلع دخله يعلم ولاده يدفع جار بيته الآن الآن لا حركة في البلد يعني جمالا على الجميع ما فيه حركة نهائية والله أنا بشغل على باص أعرفت علي والحركة جمالا تعبانة الحركة في هالبلد يعني مش شيء زي أول يا أمي وعننا إحنا هنا الشعب في هالبلد والله شعب جباري عمو بتحمل الله الوقت صادي بالبلد يعني منتهي من مرة سيء جدا يعني تحت الصفر وهذا الحكي من سنتين وجاي وكل ما لقاعد بزيد والله الوضع الاقتصادي يعني كل ماله للأسوأ وعننا إحنا بمشتغل عند محل إحدادي كل ما منفتح من سكر زي ما منفتح من سكر يعني كما سمعنا وشاهدنا فإن معظم أصحاب المهن والتجار ويعني الصناعيين أيضا يشكون من تراجع الوضع الاقتصادي في المملكة ولكن يعني على النقيض الحكومة ترى أن الاقتصاد يتحسن يعني كيف تقرأ هذا الواقع الحكومة تشر إلى تحسن والمواطن لا يلمس أي شيء من هذا التحسن في الواقع أنه كلام الجهتين صحيح يعني الاقتصاد من سنة 2009 وهو في مرحلة تراجع يعني 2009 كان معدل نمو خمسة وثلاثة بالعشر السنوات اللي بعدها كان معدل نمو تنين وثلاثة بالعشر تنين وثلاثة تنين بالمية السنة الوحيدة اللي طلع فيها عن تنين كان ثلاثة وثلاثة بالعشر كان سنة 2012 فدما يكون معدل نمو منخفض بهذا الشكل الأدبيات والتجارب العالمية بتبين أنه الشعب بصير عنده نوع من التشاوم أولا لأنه دخله الحقيقي عم بتراجع فإحنا بنحكي يعني عن حوالي عشر سنوات من التراجع الاقتصادي بالنسبة لدخل المواطن فنعم المواطن بصير متشاهم بصير ناقد نعم للوضع الاقتصادي غير مصدق لأي أرقام إيجابية أو أي تحركات إيجابية من أي حكومة هذا ليس خاص بالأردن بس لأنه صلنا فترة طويلة إحنا نعاني من هذا الركود اللي هو كساد يسمى نعم وبالفعل المؤشرات الأخيرة غير عن معدل النمو في سنة 2018 المعدل النمو كان واحد وتسعى بالعشرة حقيقي نعم وهذا متدني جدا لكن المؤشرات الأخيرة بعد انفتاح الحدود مع العراق وتحسن الحركة التجارية بيننا وبين العراق وفيه صار فيه نوع من التفاعل المستقبلي طب خلينا شوين أجل موضوع افتتاح الحدود مع العراق وسوريا لأنه هو محور أيضا سنقوم بنقاشه يعني وزير الصناعة حكى أنه نمو استادرات نمت استادرات الأردنية تقريبا بنسبة 14% بأول شهر نيسان يعني بالربع الأول من هذا العام لكن بالمقابل أرقام الإحصاءات تظهر تراجع بحجم المستوردات بنسبة 2.7% وبنفس الوقت التجار ما زالوا يشكون من تراجع الوضع الاقتصادي ما هو رأيك بهذا الموضوع؟ هذا شيء جيد أنه تحسن الصادرات لو تراجعت الصادرات وتراجعت الواردات مع بعض بنخاف بس أنه تحسن الصادرات وتتراجع الواردات هذا شيء جيد لما نتطلع لطبيعة الواردات التي تراجعت أنا مش حاسس فيها بخطورة الواردات التي تراجعت أظن 3% يمكن صادراتنا شوي مقترنة بموضوع الفوسفات والبوتاس والأسمدة صحيح صحيح وصادراتك للسفل وهي مؤسسات تم خصخصتها يمكن المواطنين ما هو يشعر بي ميزان التجاري الله يخليكي ميزان التجاري تحسن أنا عندي عجز مزمن بالميزان التجاري دائما صادراتي أقل من ثلث الواردات يعني عادة الصادرات حوالي 30% من الواردات أنا السنة الماضية صار عندي 35% الصادرات للواردات فهذا بورجي تحسن هلأ هي نفس الصادرات المصدرها اللي هي البوتاس والفوسفات والألبس مجملها هذا هو فأنا صار عندي تحسن أوكي ولو أنها تخصخصت أو ما تخصخصت هذا يعني إشي بس المهم أنه الميزان التجاري تحسن طيب كيف سينعكس تحسن الميزان التجاري على المواطن الأردني والتاجر وتجار التجزئة يعطيني ثقة بالنسبة لك تصبح يعطيني ثقة لما بنزل ميزان التجاري يعطيني ثقة أكثر بالدينار يعطيني أكثر بسعر الصرف ثقة يعطيني ثقة أكثر باقتصادي يعني ليست مرتبطة ارتباط مباشر بالمواطن ولكن بقراءات أخرى لها علاقة بالاقتصاد كيف البوتاس والفوسفات من أكبر مشغلين بالبلد ولهم دور في الانفاق على المسؤولية الاجتماعية بالجنوب مهمة جدا هاي الشركات من أكبر الشركات الأردنية دعنا نعود لموضوع الحدود وفتح العدود مع سوريا والعراق أعلن وزير الصناعة عن تحسن الصادرات للعراق بالنسبة وصلت لتسعة ونصف بالمية خلال كانون الثاني خلال كانون الثاني عفوا من هذا العام كيف يمكن أن نقرأ ذلك والتجار وأصحاب شركات التخليص ما زالوا يشكون من تراجع هذا الموضوع وسائق الشاحنات أيضا مستمرين بالشكوى من هذه الحال وتراجعوا الحركة التجارية رغم إعادة فتح الحدود ثواءا بالعراق أو سوريا حجم التجارة كلها مع العراق الآن الصادرات للعراق تسعة وعشرين ونصف مليون دينار يعني ما تحسنت عشرة بالمية يعني تحسنت بتلاتة مليون دينار طبعا ما رح يحسوا فيه يمكن واحد أو تنين اللي استفادوا من التصدير هذا أما الباقي لسه ما حسوا فيه فإحنا يعني رجعا من هذا المنبر ومن كل منبر يعني الواحد بيقول أنه نصبر شوي تسعة وعشرين ونصف مليون دينار صادرات للعراق لا شيء احنا كنا نتطلع على مئات المليون صادرات للعراق فمستقبليا السوق عم بنفتح شوي شوي وإن شاء الله أنا متفائل أنه التسعة وعشرين بتصير ميتين وتسعين وإنه بتحسن عشر مليون الكل بيحس فيه يعني جميل هذا التفائل نتمنى أن ينعكس على جميع المواطنين يجب أن نتفائل جميعا من نسبة للتصد يعني تفائل ولكن شقق بعرض البيع ليست مباعة أراضي يعني سوق نايم زي ما بيحكوا دايما من عشر سنين وأيضا هناك العديد من المركات العالمية تقوم بإغلاق خطوط إنتاجها يعني ماذا ينبغي حلول سريعة ما فيش حلول سريعة هذا اللي لازم يتبه فيه الواحد الاقتصاد ليس شركة الاقتصاد الوطني ليس شركة ليست شركة خاصة في يوم وليلة بتغير إحنا صلنا عشر سنين في كساد اقتصادي للخروج من الكساد الاقتصادي نحتاج إلى سنين من العمل فيه إصلاحات يجب أن تتم وبدنا يعني نشد عيد الحكومة نفس الوقت بتسوي فيه إصلاحات تركز على زيادة معدلات النمو لأنه فقط حين ترتفع معدلات النمو سيحس المواطن بالرخال الاقتصادي وعودة الرفع نعم طيب في مؤشرات اعتمدت عليها الحكومة لتدل على تحسن أداء الاقتصاد الوطني تم تسجيل 1397 شركة بالربع الأول من هذا العام ما بين شركات تضامن وشركات ذات مسؤولية محدودة وشركة توصية هل يمكن الاعتماد على هذا المؤشر أو تسجيل هذه النوعية من الشركات لقياس أداء الاقتصاد في وقت نحن نعلم أنه من عشر سنوات تقريبا لم يتم تسجيل أي شركة مساهمة عامة وهذا خبر جيد فعليا ومنطقيا نحن نعتبره تسجيل الشركات يسمى يعني مؤشر سابق هو مؤشر يدل على تحسن في الدورة الاقتصادية إذا كان إيجابي بهذا الشكل فاقتصاديا إذا عندي شركات ازداد تسجيلها وسمعنا هلأ أنه رؤوس الأموال في زيادة برؤوس الأموال المسجلة هذا معناه أنه فيه توقعات إيجابية عند المستثمرين بالتحسن بالاقتصاد وهذا شيء كويس يعني أنه فيه تفاعل عند المستثمرين وإن شاء الله يعني يمكن هلأ الوضع الحالي الآن ما تحسن كثيرا لكن هذا معناه أنه فيه نوع من الإيمان بالاقتصاد بأنه رح يتحسن طيب جميل يعني بعد قراءة كل هذه الأرقام أنت صرحت أن حضرتك متفائل بالاقتصاد وتتمنى يعني زيادة خيالية بمعدلات النمو زيادة خيالية يعني 2.9 حبيت أنك تشوفها 290 يعني نتمنى ذلك يعني بدل 29 مليون قولت نتصير 290 مليون نتمنى ذلك سوق العراق سوق كبير بالتأكيد وإن شاء الله بكرة سوق سورية كمان بنفتح طب لي جعل 29 مليون 290 ما هو المطلوب من الحكومة؟ هذا المطلوب من الحكومة من القطاع الخاص تأمين الرحلات تأمين الاتفاقيات يعني الحكومة قامت بعمل الاتفاقيات الآن يعني الاتفاقيات كلنا منعرفها وقرأناها اتفاقيات مشجعة الآن في طرفين القطاع الخاص في العراق والقطاع الخاص في الأردن هذه اتفاقيات تجارية بين مصنعين بين مستوردين بين تجار فالشغل الآن بيد القطاع الخاص نعم نعم شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي دكتور يوسف أنصور كنت ضيفنا في الستوديو شكرا لك